موسيقى يبدو أن الزخم الذي روجت له الصحافة الإسبانية بخصوص لقاء بيرو سانشيذ والرئيس الأمريكية تحول إلى انتقادات طالت رئيس حكومة مدريدة الذي كان يسعى إلى الطلب من بايدن التوسط في أزمة بلاده الدبلوماسية مع المغرب والتطرق إلى قضية الاعتراف الأمريكية بمغربية الصحراء وعدد من الملفات الأخرى وكتبت صحف إسبانية أن اللقاء القصير جدا بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ورئيس الحكومة الإسبانية بيرو سانشيذ لمدة أقل من دقيقة أدى إلى إحباط التوقعات التي أثرت حوله ويعتقد أن طريقة التعامل للإدارة الأمريكية مع حسابات حكومة مدريدة يكشف أن واشنطن تدرك حقيقة الواقع السياسي الإسباني مصادر إسبانية اعتبرت أنه على الرغم من الطبيعة العابرة للقاء فإن رئيس حكومة إسبانيا كشف عن مضامين اللقاء حيث أوضح سانشيذ أنه تحدث مع بايدن عن تعزيز اتفاقية الدفاع التنائية والتي تشمل القاعدتين الأمريكيتين في روطا بقادس وموروندي لا فرونتيرا بإشبيليا ومشاكل الهجرة وأضافت المصادر أن السانشيذ لم يتطرق ولو بكلمة واحدة عن أخطر الأذمات التي تؤثر على إسبانيا مثل العلاقات مع المغرب الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة وكذلك إسبانيا أيضا وأضحت المصادر أن صمت الولايات المتحدة بشأن المغرب يبدو مؤشرا آخر على أنها لا تنوي التراجع عن القرار الذي اتخذ دونالد ترامب قبل أيام من مغادرة البيت الأبيض عندما اعترف بمغربية الصحراء وكانت وسائل إعلام إسبانية قد تحدثت عن وساطة محتملة طلبتها مادريد من واشنطن للدخول على خط الأزمة السياسية مع المغرب التي تهدد العلاقات بين البلدين وإلى ألمانيا وافد للأزمة بين الرباط وبرلين قررت شركة الملاحة البحرية الألمانية FRS اليوم الاثنين سحب جزء من سفنها بالمغرب وستصل هذا الشهر إلى شرق إسبانيا حيث ستبدأ تشغيل الطريق للركاب والمركبات الذي يربط موانئ جزر الباليار الإسبانية حسب ما أردته مصادر محلية وذكرت المصادر أن الشركة الألمانية التي تعمل في المغرب منذ الثنوات ومقرها في طريفة بإسبانيا سحبت جميع أسطولها من موانئ المغرب لكن مصادر متطابقة قالت أن الأمر يشمل سحب باخرتين من ميناء طنج المدينة وذلك لتعزيز أسطولها بموانئ الشرق إسبانيا وجزر الباليار ووفقا للمصادر فإن قرار سحب الباخرتين الثريعتين الرابطتين بين ميناء طنج المدينة ومرفأ طريفة هو قرار مؤقت إلى حين عودة حركة النقل البحرية للمسافرين واندلعت أذمة ديبلوماسية بين المغرب وألمانيا بلغت درجة استدعاء الريبار ثفيرة إلى دابرلين ووقفت جميع اتصالاتها مع الثفارة الألمانية وأورد بيان لوزارة الخارجية المغربية أن استدعاء الثفيرة المغربية لدى برلين تم بعد أن راكمت ألمانيا المواقف العدائية التي تنتهيك المصالح العليا للمملكة يشار لأن المغرب قرر في وقت سابق استثناء الموانئ الإسبانية من عملية مرحبة 2021 واعتماد فقط على موانئ فرنسا وإيطاليا لنقل المغاربة المقيمين بالخارج هاجمت الصحافة الإسبانية رئيس حكومته بيدرو سانشيز بعد محاولة تسويق لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة حلف الأطلسية الناتو الذي دام قرابة عشرين ثانية على أنه لقاء تاريخي يؤكد مثانة العلاقة بين البلدين وظهر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رفقة جو بايدن في فيديو وهما بالكاد يتحدثان في الطريق نحو القاعة المخصصة للإجتماعات قبل أن ينصرف سانشيز وحده وجرى الترويج قبل ذلك على أن هذا اللقاء كان فرصة لفتح ملف الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا لكن الحقيقة غير ذلك وهو ما أتار موجة من الثخرية على سانشيز في مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إلموندو بضع توان وخطوات قليلة معا هذا هو الاجتماع التنائي الذي طال انتظاره بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن وأضافت أنه اجتماع قثير من نصف دقيقة تبادل فيه الطرفان بضع كلمات واحتفلت به الرئاسة الإسبانية ولم يكن كافيا لتدارس الملفات الكبرى ومن جهته قالت إداعة كوب إن برنامج الرئيس الأمريكية لا يتضمن ما يفيد بأنه سيجتمع برئيس الحكومة الإسبانية في الوقت الذي يتضمن لقاء مع الرئيس التركية رجب طيب أردوغان بعد الزوالي اليوم الاثنين مصادر حكومية إسبانية حاولت التخفيف من حدة الانتقادات الموجة لسانشيز بعد هذا اللقاء العابر الذي أسبر هناك انتقاثا من قيمة الدولة الإسبانية ووزنها وقالت لقد أراد كلاهما تحية بعضهما البعض وإن شاء اتصال أول هذه هي الطريقة التي وافق عليها فريق البروتوكول وأن الاتفاق تم على أن تلتقط الكاميرات تحية السانشيز وبايدا كدليل على العلاقة الممتازة القائمة بين البلدين وكانت وثي العلم إسبانية قد تحدثت عن وساطة محتملة طلبتها مادريد من واشنطن للدخول على خط الأزمة الثياسية مع المغرب التي تهدد العلاقات بين البلدين ويدكر أن إسبانيا اتجهت للولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن تساهم في حل الأزمة الديبلوماثية الراهنة بين مادريد والريباطة حيث أجرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرناتشا جونسلسلايا اتصالا هاتفيا مع ناظرها الأمريكية أنتوني بلينكين وأبلغت أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دولان ترامب الذي أترف بسيرة المغرب على صحرائه كانت له عواقب على إسبانيا وجاء اللقاء العابر الذي روجت له الحكومة الإسبانية بين بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي جو بايدن مخيبا للآمالة خاصة أن بايدن لم يبرمج أي لقاء مع رئيس حكومة مادريد الذي حاول الاقتراب من بايدن ومحادثته وقوفا في دردشة ثريعة لم تتجاوز بدع ثوانين هذه الدردشة الخفيفة الغير المبرمجة لا ترتقي إلى لقاءه جعل الصحافة الإسبانية تهاجم رئيس الحكومة الذي كان يعول على لقائه ببايدن للحديث عن الأزمة الآخرة مع المغرب ويرى مراقبون أن بايدن باعت برسالة غير مباشرة إلى المغرب بالتزامني مع مناورة الأسد الإفريقية التي تجري أطوارها في الصحراء وهو ما يعني أنه لن يتدخل في الأزمة بين مادريد والرباطة والتي يضغط فيها المغرب حتى الآن على إسبانيا منذ استقبالها لإبراهيم غالي زعيم عصابة البوليساريو وكانت وسائل إعلام إسبانية قد تحدثت عن وساطة محتملة طلبتها مادريد من واشنطن للدخول على خط الأزمة السياسية مع المغرب التي تهدد العلاقات بين البلدين نشرت وزارة الشون الخارجية وتجارة الهنغاريسة على موقعها الرسمية اليوم الاثنين لإعلان المشركة المغربية الهنغارية الذي تم اعتماده في ختام الزيارة التي قام بها يوم التاثع من يونيو ألجيري للمغرب رئيس الدبلوماثية الهنغارية بيتر زيكارتو وتدعم هنغاريا في هذا الإعلان المقترح المغربي لمخطط الحكم الداتية للصحراء المغربية كما يدعم الجهود التنموية التي يبدلها المغرب في الأقالم الجنوبية وبهذه المناسبة أعربت هنغاريا عن ترحيبها بالجهود الجادة ودات المثاقية التي يبدلها المغرب باعتباره قطبا إقليميا للاستقرار وشريكا متميزا للتنمية في إفريقيا وأكدت بودابست في هذا الإعلان على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمغرب كما نوهت بالمثار التنموية الذي وضعه الملك محمد الثالث في إطار دينامية الانفتاح والتقدم والحداثة مشيدة بالنموذج التنموية الجديدة والجهوية المتقدمة التي انخرط فيهم المغرب وأشدد المغرب وهنغاريا على أهمية الارتقاء بمستوى تعاون ما الاقتصادي وتجاري إلى المستوى المتميز للعلاقات الثياسية التنائية من جهة أخرى أشدت هنغاريا أيضا بالمغرب لدوري الحاسم النموذجية في مكافحة الهجرة الثرية كشريكا استراتيجية للاتحاد الأوروبية وفي خبر آخر استنكرت اللجنة البرلمانية المشركة بين المغرب والاتحاد الأوروبية عن الجانب المغربي توضيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأدات في الأذمة التنائية بين المغرب وإسبانيا وذكر بلاغ للجنة البرلمانية المشركة بين المغرب والاتحاد الأوروبية تلاهو أشاوي بالعثال رئيس اللجنة عقب اجتماعها على طارئ اليوم الاثنين لمناقشة مضامين قرار البرلمان الأوروبية الذي تم تصويت عليه في جلسة ليوم العاشر يونيو الجارية حول مضوع القاثرين والهجرة أن إسبانيا غيبت مسؤوليتها في هذا المجال والمتجثدة في استقبال زعيم وهمية ومناوراتها المتعددة ضد القضايا التي تحضى بالإجماع الوطني المغربية وعلى رأس قضية الصحراء المغربية واستنكرت اللجنة التي انعقدت بحضور أعضائها عن مجلسي النواب والمستشارين بتمتيلية جميع الفروق والمجموعات البرلمانية أيضا مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبية الهاذفة إلى تحويل أذمة تنائية بين المغرب وإسبانيا وإقحام الاتحاد الأوروبية معبرة عن استغرابها لهذا القرار الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبية كما عبرت اللجنة عن استغرابها لهذا القرار على اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاثرين ويعمل إلى جانب شريكه الأوروبية من أجل عودته وحماية حقوقهما التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال وأضاف المصدر ذات أن اللجنة تعتبر هذه الخطوة تنكرا للإنجازات والمكاثب التي حققها المغرب مع الاتحاد الأوروبية وخاصة على مستوى التقة المتبادلة وتقاثم المعلومة والعمل المشاركة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة الغير الشرعية والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع وأشددت اللجنة على تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوروبية ومؤسسات دولية أخرى والتي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار وعبر أعضاء اللجنة عن خالص التقدير والامتنان للبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامية وجمعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجية على تضامنهم مع المملكة المغربية ضد قرار البرلمان الأوروبية وأكدت اللجنة على مواصلة العمل مع الشركائية في البرلمان الأوروبية من أجل تأذيذ المكتثبات وترثيخ علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبية وفتح عفاق جديد للحوار والتشاور بشأن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشرك بين الجانبين وخلص البلاغ لأن اللجنة قررت فتح حوار مباشر مع مختلف الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبية لتعميق النقاش حول وشات النظرة في مختلف الميادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر